وصلت أولى طلاع حجاج دولة الإمارات البالغ عددهم 62820 حاجا إلى مطار المدينة المنورة في الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج للعام الحالي كما كان في استقبال حجاج الدولة أعضاء البعض التحضيرية الذين أنهوا كافة الاستعدادات اللازمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والشعائر المقدسة لاستقبال الحجاج وتوفير كافة سبر الراحة والأمان لهم وتسهيل إجراءات الدخول والتسكين والإطمئنان على تأمين الحملات لكل الخدمات المطلوبة وتسلمت البعثة التحضيرية المخيمات في كل من منا وعرفة ومزدلفة وقامت بتجهيزها بكل ما يلزم قبل وصول البعثة الرسمية واستكمال التحضيرات اللازمة لتنفيذ العقود مع الحملات وتم تزويد المخيمات المخصصة لحجاج الدولة بالأعداد والأحجام المناسبة من أجهزة التكيف ومولدات الكهرباء تحسباً لموجات الحر التي تمر بالمنطقة علماً أن الخيام هذا العام من نوعية جيدة مقاومة للحرارة كما تم تهيئة المخيمات وتزويدها بالمرافق الخدمية الكافية